اهلا بكم الانسان بحس في الزمن بتاعنا ده انه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الانواع وفي كل يعني زي ما يقوله الاصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصدي عليهم هم اكياس اكياس مغلفة ومعلبات من كل انواع الاطعمة ادخل اي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السماء مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والام تختوخة وعمال البنت تملى في العربية حاجات الام طبعا نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الاحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعا لاحق يعني هي بتبصلها كأنها بتقولها انت اللي علمتيني ده انت هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جدا بس هم اللي حطوا هم اللي حطوا اللعب اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جدا للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من مش عارف ايه الحلويات بالبسكوت جوه والشوكولاتة بره والشوكولاتة جوه والبسكوت بره وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جدا جدا وسكر وضغط وتصلب شرعين ومشاكل في شرعين قلب في الشباب احنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبارها والباول كل شوك الشاب الفلاني ده وهو عنده حاجة و30 سنة توفى الشاب الفلاني ده عنده ومش عارف ربعين سنة توفى فلان عنده 30 سنة توفى ايه جماعة في ايه 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 المسألة اعمار بيد الله وكل أجل إن كتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول ان اللي اللي جات له سمنا مفرطة انه ده ما تقتلش ده تقتل انا في رأيي علميا طبيا كل الأطباء هيوفقوني في الكلام ده اتقتل ازاي مين اللي قاتلوا اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الأكل المعلب اللي قاتلوا الفاصفود اللي قاتلوا أهل اللي علموها كل غلط اللي قاتلوا اللي قالوا تعالى بقى هعلمك وقديك شوية أنظمة كده وبرطمان فيه شوية أعشاب هم دول اللي هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة نهارده نهارده الخاء مهم جدا مع ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة أن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستش واد النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجل ترى عضو كلية الجراحين الأمريكية وحصل على تصطيف جودة دولة فيه جراحات السمنة أهلا بيت أهلا وسهلا المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصابين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه يأكل بالطريقة دي طبعا يعني هو طبعا في البداية أنا طبعا يعني لا يخفى لأحد طبعا المساببات لسمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حكي ذكرت المظامة لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأزلين وكان فيه مرض مشهور جدا اسمه سندروم X اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مسامينه X اللي هي مجموعة من الضغط والسكر أو متلازمة X متلازمة X المتابوليكس اندروم كان اسمه سندروم X ضغط وسكر وهايبر كوليستيروليميا ووبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض وما حدش عارف فيه السبب يعني طبعا ده المتابوليكس اندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها انت عرضة لإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زارت فتم اكتشاب بقى حريصا من الناس كلها عارفها بعد الوقتي ان السمنة لما بتزيد وخصوصا سمنة البطن البصر الفاتس كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدكتور جولسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب ودي يمكن المتابوليكس اندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة والايد او المتابوليكس هيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع انقاص وزن لا ده احنا كمان بنتعامل مع علاج للامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى انا ما كانتش الوزن في اللي هو الوزن واحد سيء مثلا واحد وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط انت من الناس المعروفين انت معنات سمنة طب انا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش مش دول بتوع السمنة المفرطة انا وزن بس 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعمل بقى المتابوليك سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف اساسي لجراحات الايدة او جراحات السكر او الجراحات اللي تتعلق بالامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عندك وزن زايد ازيد من الطبيعي ويمكن الافسو او الفيدروليد دولي جراحات السمنة والسكر من ايام مدريد كان من اربع سنين كانوا طبعا طلعوا ستيتمنت انه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها اكتر من 32 والسكر غير منتظم انت متشتازن تنتظر الوزن الاعلى من كده مش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالزبط فده ربما يكون عندنا 15 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش بالزبط انت من الناس اللي تعمل عمليها ده علم يعني طب انا طبعا مش ده انا اقصد ان جراحات اللاجية زي عملية تكميم المعدة او تحويل المصارف الناس المصاببين بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده جراحة يعني بتتعامل لان انت بتوصل لارقام مخيفة للسكر التراكمي وتبقاش عارف تعمل لها سكر والله انا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 و13 و13 انت عارف من 10 سنين من 10 سنين بزبط كنت تشوف سكر 12 او 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة تشوف واحد او اتنين مرة كل سنة بتشوفهم عادي ايوة لا كتير جدا واحنا احنا ما نشوفه اكتر كمان ممكن عشان نسلمنا المفرطة احنا منلاقي الارقام دي في المتوسط العادي يعني طبيعي وممكن عاملين حاجة اسمها ديريم سكور عاملين سكورينج سيستم يعني بنشوف قد ايه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة ويستفيد بنسبة قد ايه لان طبعا كلما كان تقدمك او طلبك ليه العلاج بادري كلما كنت اكتر يعني واحد بيقول انا هستفيد قد ايه من العملية دي انت فيه سكورينج سيستم بالنسبة للسكر انت تاخد انسولين قد ايه سنك قد ايه بقى لك قد ايه عندك سكر كلما كان البراماتور يستواجدك دي احسن ما انت ممكن توقف علاج من تاني يوم تأخرت ووصلت بقى للدرجات متقدمة من السكر هتوقف المضاعفات هتنزل الوزن الزايد هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الاقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الانسولين لكن سكورك بقى لعشرين سنة تقضي جرعة عالية من الانسولين فاصدي انه يعني نطلب طلب الالاج في بدري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتوقعش مضطر تعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في حالة كمان قليل لما بنتكلم عنها التواء المعدة الناس كثير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له أول مرة يسمعها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله أول مرة إيه للتواء بتاع المعدة المعدة بتلف ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني والمرضى مؤلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه أسباب أنه أحيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحت يعني أن المعدة مقصوصة طبيعة المعدة وإحنا من قصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيريور سيرفز بتاع المعدة زيه بالضبط زي الانفيريور سيرفز الاتنين يكونوا قد بعض انت بقى لو قصيت من فوق أكتر أو قصيت من تحت أكتر والاتنين الاقوال يعني هتلاقي المعدة بتالي تلف تلوي نفسها كبير والالتواء حاجة وظيفية يعني انت مش حاجة أورجانيك يعني هو مفيش دي فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني انت لو لويت المنزار زيها يعدي فيها فيقولك انت كويس تعال بقى اعمل أشعة اعمل جاستروجرافين اعمل بيتلاقي لو حد برضو مش في الموضوع ده برضوش يلقطها يعني اتلاقي السابغة مع الدية انت السابغة مع الدية ما خلص انت كويس السابغة بتعدي مع عصرة مع يعني تلاقي تعبان وتلاقي السابغة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقبط جامد تعدي في يوم قرصة وبعدي فبقوله انت بتاكل وبقوله اه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل لمغصة وبتعدي الأكل يعني اعمل منزار هتلاقيه كويس اعمل دايستادي ما تلاقيه شويس مش هقفش هاء لا الجراح المحترف يقفش إلا وفيه أشعة على فكرة يمكن اتعملت المجرسانوات اللي فاتت بقالها فترات كبيرة وجيدة جدا فيه انها تشخص اللي هي الستيفولومتري او أشعة مقطعية سوريسية الأبعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا احيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن اكتر من ست سنين بنعمل حاجة اسمها اومنت الفكسيشا عشان تتفادى ده بتقوم تثبت طبقة الدهون او القص المعدة قصة مزبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم تفرد المعدة كده مزبوطة استحالة انها تتلوى ليه؟ لان احنا فيه تنشن على كل السوتشور لاين فرد المعدة مزبوطة فيه شد على كل الخط التبابيس فالشد ده تخليه سابت ماينفعش يتلوي مايلويش يعني فيه طريقة انا احكي الحاجة عليها يمكن ده السوتشور لاين ده الخط بتاع الده بابيس اللي على اليمين والشمال على اليمين ده اللي بين قوي مش هو ده اللي هو على الشمال او على يمين الشاشة او على يمين الشاشة اللي هو احنا بصين من ناحية اليمين هو ده السوتشور لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدون بتشدها بتفردها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف جدا، جدا، وبتديماً بتضيف كل حلقة جزء كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الأطباء المهتمين بالجراحة أكيد اللي دخلين عالم جراحات سمنة لسه نواب أو لسه بيبدأ ويذكروا منشستير هستفيدوا جداً من حلقتك لأنك أنت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين أبعاد هذه الجراحات إنها فيها أبعاد مهمة جداً من ناحة العلمية سواء الحدث أو حلوله وده شيء مهم جداً وده رفعنا بيبقى في أستوى الحرار مش هتلاقوه في أي حتة في العالم اللي هو إحنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد إن إحنا بنبسط الأمور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامي الأطراف اللي هو جراحات السمنة طيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العرب لسوء الدكتور كريم صبري وأستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة إنشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة ومسيشوهد النيل وزميل كلية الجراحين لملكية بإنجلترا نورت الدكتور شكراً خليكوا دايماً مع الدكتور أنا اسمي سعيد حمادة سعيد العربي عندي 13 سنة وأعمل عملية تكميم تكميم مع دا مع الدكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيت 75 كالو وأنا كنت قبل عملية كنت زدت في الفترة اللي فقفت قبل العملية فروح تعملت تحليل سكر فطلع عندي بادر سكر فأنا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر يجي عليا وكده فدخلت جيت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية وقبل العملية كان صحابي يتريعوا عليا يعني على طخن شديد وكده دلوقتي ما بوش يتريعوا عليا واللبس تماماً اختلف اللبس عن قبل العملية بعد العملية وما بقاش حد يتريع عليا موسيقى 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 اشتركوا في القناة